لما زار علم الكونيات الشهير ألبرت أينشتاين أمريكا كان أكتر سؤال بتسئله من الحضور هل تؤمن بوجود الإله؟ وكان دايما أينشتاين بيرد بإجابة واحدة أؤمن بإله سبينوزا وفي مراسلة شهيرة بينه وبن حاخام يهودي في نفس الموضوع قال إنني أؤمن بإله سبينوزا سبينوزا هو أعظم فلسفة العصر الحديث الفيلسوف اللي بتكلم عنه أينشتاين هو فيلسوف يهودي عاش قبل أينشتاين بتلتمية سنة في هولندا ومات في الأربعينات من عمره ومنشرش في حياته كلها إلا كتاب واحد بس وكمان من غير ما يكتب اسمه عليه لما مات سبينوزا اللي بتكلم عنه أينشتاين أهم عقل علم في القرن العشرين كتب واحد من رجال الدين المسيحي عبارة علشان تتحط على قبره هنا يركض سبينوزا أبسقه على قبري أنت ممكن تفتكر أنه بيقول كده لأن سبينوزا يهودي وده موقف مسيحي متعصب ضده بس سبينوزا في حياته وهو شاب عنده 23 سنة صدر ضده فتوى من الكنس اليهودي في أمستردام ودول حرفيا أهله الفتوى بتقول بعد أخذ رأي السادة الحخامات قررنا فصل هذا الرجل من أمة بني إسرائيل وبإسم الملائكة والقدسين نلعن المدعو سبينوزا ونصب علي كل اللعنات الدينية الموجودة في الشريعة ممنوع لأي يهودي أن يتحدث معه أو يرسله أو يقيم معه أي علاقة أو يقدم له المعونة ممنوع أن يسكن معه في بيت واحد أو يقرأ له مقالة أو كتاب أفكار سبينوزا اللي جابت لكل المشاكل دي من أهل عقدته ومن رجال المسيحية كمان في عصره هي هي أفكار كتابه الوحيد اللي ظهر في حياته واللي خفى فيه اسمه ومع ذلك اتعرف أنه هو المؤلف الكتاب ده اتواصف في حياة سبينوزا الكتابة الأشد كفرا في التاريخ وبعد موت سبينوزا اتقال عنه تم تأليفه في جهنم على يد يهودي مرتد بمعونة الشيطان إزاي شخص واحد اتقال عنه كل الاتهمات دي وفي نفس الوقت ما يجده أعظم عقل في تاريخ العلم ومش بس في العلم أشهر فيلسوف فرنسي في بداية الكرن العشرين هنري بريكسون قال عن سبينوزا كل فيلسوف في العصر الحديث يعطنك عقيدتين فلسفته الشخصية وفلسفة سبينوزا في حلقة النهاردة هنتكلم عن كتاب رسالة في اللهوت والسياسة للفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا الكتاب اللي هيغير طريق التفكير البشر للأبد في الدين واللي هيقدم فيه أسلوب فلسف جديد لقراءة النصوص الدينية وخصوصا قصص الأنبياء والمعجزات واللي تفهمت أفكاره سواء في حياته أو بعد موته بطرق متنجدة ومن طيارات مختلفة من الإلحاد للعقل ولغاية التصوف ده غير أنه أول مفكر في التاريخ يتكلم بشكل مباشر عن علاقة الدين بالدولة والسياسة ودافع بشكل مباشر عن حرية الفكر والاعتقاد فعصري كان غير أنفة تعصب الدين في قصة مشهورة عن سبينوزا مهم نحكيها في البداية لما زادت الإشعاعات حواليه جات له الست اللي كان مأجر عندها قطة واللي كانت شايفها شخص هادي وبسيط مش الشيطان يعني زي ما الكل بيحكي عنه فتدخلها في حيرة وخلها تروح تسأله ما رأيك في ديني وهل سأجد الخلاص من ممارسة لشعائره فكان رد سبينوزا عليها إن دينك جيد يا سيدتي ولست بحاجة إلى دين آخر لكن بشرط أن يكون تديونك من خلال الطقوة وأن تعيش حياة هادئة ومسالمة وقال لا تؤذي أحدا القصة دي مهمة قبل ما نتكلم عن سبينوزا وكتابه لأنها تظهر العكس من كل الكلام اللي توجه ضده وشفناه في أول الحلقة سبينوزا كان شايف ندور الدين في حياة المؤمن لازم يكون أخلاقي حياة بسيطة ومسالمة بعيدا عن الأزم أو زي ما قال التدين من خلال الطقوة بس من ناحية تانية الأفكار البسيطة دي اللي قالها لست العجوزة في من وراها أفكار خطيرة جدا بس مش ضد الدين نفسه كأخلاق وتقوة لكن ضد رجال الدين وسيطرتهم على حياة البشر خلينا نبدأ الأول بحياته اتولد باروخي سبينوزا في مدينة أمستردام في هولندا سنة 1632 هو ابن العيلة يهودية بترجع أصولها للبرتغال والعائلات اليهودية هجرت في الأساس من البرتغال بسبب محاكم التفتيش اللي كانت بتضطهد المسلمين واليهود خصوصا بعدما أسقت الأسبان الحكم الإسلامي في الأندلس وسبب سفر اليهود لهولندا واستقرارهم فيها إنها كانت في الزمن ده أكتر بلد أوروبي في تسامح ديني لو كرنناه بباقي الدول الأوروبية في العصول الوسطى وأهل أمستردام سمحوا لليهود إنهم يبنوا مدارس خاصة بيهم وكنائس للعبادة أبو سبينوزا كان تاجر شاطر لكنه كان يهودي متعصب فربى ابنه من صغره على التبحر في علوم الدين اليهودي والمعرفة دي خصوصا فادت سبينوزا جدا في ثقافته بعد كده رغم إنها دف أبوه من التربية الدينية إنه يطلع على الأقل حخام يهودي بس هو عنده تسع سنين دخل المدرسة اليهودية ودرس اللغة العبرية واتعمق جدا في دراسة التلمود والتلمود هو أهم كتاب بعد التوراه بالنسبة لليهودية ما كانتوا كده زي صحيح البخاري عند المسلمين السنة الفرق بس في الحجم لإن التلمود كتاب ضخم جدا وفيه تفاصيل ما لهاش نهاية عن شرعة اليهود من ألغاز حاتس بنوزا إن لابنك فاجئ سنة 1656 وهو عنده حوالي 24 سنة إنه بيصدر ضده من الكنس اليهودي فتوى طرده من الجامعة اليهود اللي حكيناه في بداية الحلقة وفتوى طرد في اليهودية زي بالضبط حكم الردة في الإسلام والهرتقة في المسيحية أسوأ شيء ممكن يحصل لشخص يهودي بس الغريبة إن سبنوزا في الفترة دي كان لسه ما كتبش أي حاجة وأغلب الناس فاكرة إنه تهاجم من اليهود بسبب كتبه وده شيء مش منطق لإنه كان لسه ما كتبش أي حاجة لكن بالتحفير في تاريخ الفترة دي بنلاقي إن سبنوزا بعد ما خلص دراسته الدينية قال تعليقات معينة عن التلمود والشريعة اليهودية ومن كلام بعد المتقربين عنه بعد كده بنكتشف إن سبب إدانته هو رأيه في قضية خلود الروح بعد الموت وهزدمك أكتر لما أقولك إن سبنوزا كان بيقول رأي أرحم أصلا من فكرة اليهودية نفسها عن الروح اليهودية رغم إنها من الديانات التلاتة الشهيرة ومشتركة مع المسيحية والإسلام في حاجات كتيرة جدا لكن فكرة خلود الروح مش من أصول العقيدة اليهودية يعني في أصفار موسى الخامسة في التوراة مفيش أي ذكر لخلود الروح أو بعثها بعد الموت وده الجزء اللي فيه أساس الشريعة اليهودية بس السواب والعقاب في اليهودية في الأساس بيكون في النسل يعني الشخص الملتزم بالعقيدة اليهودية الإله بيبارك له نسله أما الشخص العاصي فبيدمر له نسله وبعد الموت الكل بيتساوى في عالم تحت أرض اسمه شاقول يعني مفيش جنة ونار زي المسيحية والإسلام بس بنوزا تكلم من تاني في موضوع خلود الروح ورغم إنه كان له وجهة نظر مختلف في مسألة الخلود عن اليهودية هتبان بعد كده في كتبه يعني هو كان شايف إن عقل الإنسان بيستمر بشكل ما بعد الموت وبيتحد مع الجانب الإلهي في الطبيعة عن طريق التأمل إلا إن كلامه في المسألة نفسها كان أساس المشكلة طب ليه كلامه في خلود الروح ألا بالدنيا بالشكل ده اليهود في أوروبا كانت ليهم سمعة وحشة وسط المسيحيين بسبب رأيهم في خلود النفس وكان بيتقال عن الجلال يهودية خصوصا اللي كانت موجودة في هولندا أول ما وصلت هناك منكريء الروح لكن مع مرور الوقت اندمج اليهودنا عن مجتمع المسيح وبقوا يقولوا عادي بعقيدة خلود الروح رغم إنهم عارفين خصوصا رجال الدين إنها مش من أصول العقيدة فلما تكلم سبينوزا من تاني في القضية دي وطلعها على السطح خاف اليهود إن ده يقلب عليهم الدنيا لإنهم في النهاية شايفين أوروبا كلها في صراعات دينية ده المسيحيين نفسهم بتخنقوا بيدبحوا في بعض فهيعملوا فينا إيه كيهود لو عادنا نقولوا أفكار بيرفضوها إحنا ما صدقنا لإنما كان نقعد فيه وأهم حاجة أصلا في العقيدة اليهودية هي مصلحة الجماعة اليهودية ككل اللي شافوا إن سبينوزا بيهددها بقراءه دي طبعا رجال الدين اليهودي الحخامات مش هيقولوا الكصص دي كلها للناس لكن هيقولوا ده كافر ومرتد وخارج عن أمة بني إسرائيل يعني لو ركزت في نص الفتوى اللي قلناه في أول حلقة مش هتلاقي فيها حاجة غير هجوم عليه بس الأحداث دي لفتت انتباه سبينوزا من صغره لنقطة هتبقى هي الأساس اللي هيبنى عليها كتابه الخطير رسالة في اللغة والسياسة إن أخطر حاجة بتهدد المجتمع هي الخوف اللي بيلعب عليها رجال الدين عشان يفضلوا مسيطرين على المجتمع كمان هو أخد باله إن غياب حرية الاعتقاد وحرية التعبير في المجتمع هو اللي بيوصل للناس للعنف ده سواء اليهود ضد بعضهم أو خوف اليهود من اضطهاد المسيحين لهم ورغم إن ممكن تكون قضية الخلاف في أساسها سياسية أو اجتماعية لكن رجال الدين بيحولوها لقضية دينية عشان يكسبوا دعم الجمهور البسيط من غير أي تفكير سبينوزا دفع تمن كبير من فتوى الطرد والتكفير اللي صدرت ضده أول حاجة عيلته قطعته واتحرب من المراس بتاعه وفضل فترة قصيرة منبوز وسطهم لغاية مهاجمه متعصب يهودي في الشارع بخنجر عشان يقتله وده كان شيء متوقع والحظ سبينوزا إنه كان لابس بلطه تقيل حماية من الضربة دي إنها تقتله وفضل سبينوزا طول حياته محتفظ بيه عشان يفكره دايما بمحاولة الاختيال الموقف ده اللي قرب سبينوزا من الموت خلاه يحسن موقفه طوال حياته ويوهب حياته للفكر والحقيقة وخصوصا تحرير البشر من تحكم وتعصب رجال الدين في سنة 1660 هاجر ويساب أهله لقارية تانية فولندا اسمها رينسبيرغ لأنها كانت أكتر مكان في أوروبا كان فيه تسامح ديني يقدر يعيش في بهدوء هو كان لوحده تماما فبدأ يتعلم حرفة يعيش عليها وهي سقل سجاج العدسات علشان يقدر يكمل حياته ومع الوقت بدأ يتجمع حواليه مجموعة من المثقفين اللي انبهروا في ذكاؤه واتكونت حلقة ثقافية بتجمعه دايما معاهم زبينوزا في الفترة دي من حياته كان مهتم جدا بالفلسفة الجديدة اللي بدأها ديكارت مؤسس الفلسفة الحديثة واللي وضح فيها إن منهج الفكر الصحيح إننا نغضع كل شيء للشك عشان نوصل للحقيقة بعيدا عن اللي بيقوله المجتمع كنا عملنا حلقة عن ديكارت ممكن ترجع لها بس ديكارت في النهاية طبق منهجه على قضايا معينة ورفض الكلام في العقيدة خصوصا المسيحية واليهودية وكمان رفض إنه يتكلم في السياسة وأنظمة الحكم بمنهجه المعروف عن الشك زبينوزا بقى هو اللي قام بالخطوة دي وفي سنة 1660 كتب مجموعة ملاحظات فلسفية على ديكارت كنوع من التمهيد اللي لا هتكلم فيه بعدين ملاحظات سبينوزا عملت له شهرة واسعة أكبر من أصدقائه اللي كانوا متجمعين حواليه وفي الوقت ده سافر من تاني لمدينة لهاي عاصمة هولندا وقتها وده يخش في مراسلات مهمة مع علماء وسياسيين أوروبيين معرفين كان من ضمنهم يوهاندي فيت حاكم هولندا وزعيم الحزب الليبرالي جمعته بس بنوزا علاقة شخصية قوية وكان معجب أفكاره جدا فقرر يصرف له مبلغ شهري عشان يقدر يركز أكتر في أبحاثه في الوقت ده سبينوزا كان شغال على كتاب فلسفي اسمه الأخلاق وكتاب الأخلاق هو من أهم الكتب في تاريخ الفلسفة كلها وهو كتاب مهم من ناحية قيمته الفكرية ومن ناحية تأثيره لأن سبينوزا قدم فيه فكرة مختلفة عن طبيعة الإله وعلاقته بالعالم هتغير طريق التفكير الأوروبيين في المسألة دي بس في الوقت اللي كان شغال فيه على كتاب الأخلاق حصل صراع سياسي قوى في هولندا بين الحزب الليبرالي اللي بيقوده صديقه يوهان ديفيت وحزب المحافظين اللي كان ضد السياسي في يوهان اللي بتدفع عن استقلال الدولة والتجارة من سيطرة الكنيسة وشايفين هنا خطر على المسيحية سبينوزا رفض انه اتفرج على المشهد ده من بعيد واشتغل على كتابه الشهير رسالة في اللهوت والسياسة والكتاب في الاساس كان اهداء ودعم لصديقه يوهان لتضغط حزب المحافظين المتعصب دينيا الكتاب الطبع سنة 1670 من غير ما يذكر اسم الكاتب بس الناس كلها كانت عارفة ان استبينوزا هو المؤلف وبعد نشر الكتاب حصل شيء صادم ومش متوقع صديقه تقتل في الشارع هو واخوه من مجموعة متعصبة دينيا وكان هو الحاكم الموقف ده ضمر استبينوزا نفسيا لما عارف الخبر وقتها كان هينزل للشارع عشان دفعت صديقه لولان اصدقاءه منعه في نفس الوقت كان فيه شخص فرنسي اسمه جان ستوبا داخل في الدائرة المقربة لسبينوزا بس هو في الحقيقة كان جاسوس فرنسي وبعت رسالة مخصوصها الفرنسا بتقول عن اسبينوزا انه شخص شهير وعالم ينبعه عدد كبير من المعجبين لم يتمسك بدين اليهود ولم يعتنق المسيحية وكتابه مقالة في اللهوت والسياسة يهدف الى محو كل الطواقف وزرع بذرة الالحاد والتحرر انه شخص خطير جدا وبسبب النوع ده من الكلام والاشاعات انتشرت الاخبار عن اسبينوزا في هولندا وفرنسا والمانيا بسرعة كبيرة جدا وبقت سمعته سابتة اسبينوزا الملحد اسبينوزا الله اخلاقي رغم ان اغلب اللي كانوا بيشويه سمعته ما كرأوش له حاجة من الاساس الاحداث دي كلها اختيال صديقه وتشويه سمعته خليته منعازل وزهد اكتر بكتر من الاول وقرر يشتغل بس على كتابه الاخلاق وحتى لما جاله عرض مجري جدا من الامير الماني انه يدرس في الجامعة الالمانية رفض وفضل حياة الزهد رغم انهم معدوب اكبر مساحة ممكنة للحرية في محاضراته فقال جملته المشهورة ليس للحرية الفلسفية حدود فاما انه فكر بكل حرية واما انه فكر ابدا وفي سنة 1675 سافل امستردام علشان يطبع كتابه الاخلاق لكن وصلت له اخبار ان تحالف رجال دي مقررين يصدروا فتوى بشكل مباشر بانه ملحد وانهم هيقتلوه فسحب الكتابه من المطبعة والكتاب ده الطبع بعد وفاته عن طريق اصدقائه المقربين وفي سنة 1675 مات وهو عنده 45 سنة بمرض السل الرئوي اللي عاش حياته كلها بيعاني منه واليوم اللي مات فيه كان لواحده لان كل الناس كانت في الكنيسة لانه كان يوم صلاة وحادثة موته كانت مؤلمة جدا لدرجة ان اول شخص لاحظ وفاته سرقه وهرب من البيت كتاب اللاهوت والسياسة بيتكلم في اوضايا كتير جدا بس نقدر نقول ان الفكرة الاساسية اللي عايز يوصلها الكتاب لا يمكن التحرر من الاستبداد في السياسة والمجتمع الا ان تحرر اولا من التعصب والاستبداد الديني في مقدمة الكتاب بيقول اسبينوزا حرية الفكر والتفلسف لا تمثل خطرا على الايمان والطقوة ولا على السلام في الدولة بل ان القضاء على حرية الفكر يؤدي الى ضياع السلام والايمان معنا يعني احنا لازم في كل الاحوال نبدأ بالعقل والفلسفة عشان نقدر نحل مشكلة التعصب الديني والاستبداد السياسي وجوهر المشكلة دي حاجتين اول حاجة ان المعنى الاصلي للدين اتغير الدين في اساسه بالنسبة لسبينوزا علاقة قرب التربة المؤمن بالاله وده ما بقاش موجود عند اغلب المؤمنين وتاني حاجة ان اغلب البشر ما اختروش الدين بقراضتهم بعد تفكير الدين بالنسبة لهم مجموعة عبادات وتقوص بيحافظوا على وجودها في المجتمع بس وما فيش اي اهتمام حقيقي بين اكاس ده على اخلاق الفرد في حياته فعادي انك تسرق او تجدب او تغش او تهمل شغلك وحياتك طالما بتقدل عبادات ومش مشكلة كمان انك تكره جارك او تغش زبون في التجارة طالما انه مش على مذهبك او دينك باختصار الدين يتحول لمجرد طاعة على رجال الدين في الاديان على اختلافها ومع الفحص بالله ان اغلب رجال الدين هم السبب في الفرقة والخلاف وقصارة المشاكل في اي مجتمع واستغلوا مظهره المتدين عشان يفضلوا مسيطرين وطبعا حولوا التفكير واستعمال العقل الاكبر عدو للمؤمن وده سبب كروهم الحقيقي للفلسفة خصوصا بعد كده بيقول اسبونوزا في الكتاب من هذا العقل ينبغي ان ننطلق لكي انه اسس مجتمعا اخر اكثر حرية وانسانية وعلشان نحق الهدف ده لازم نقضي على سيطرة رجال الدين الاول لا تفتح المجال عشان نقضي على استبدال السياسي ومن هنا بيسأل اسبونوزا سؤال مهم منين بيقدر رجال الدين يسيطروا بسهولة على اقول الناس في المجتمع وليه الناس بتصدق الخرافات بسهولة حتى لو كانت ضد العقل اغلب الناس في اي مجتمع بتسيطر عليهم المشاعر والعاطفة عموما اكتر من العقل واقوى مشاعر بتخلي الانسان يتخلى عن عقله هي الخوف والامل فحتى لو بسهولة يتحرر من مشاعر الخوف والامل مشاعر الخوف خصوصا بتزيد مع زيادة الجهل بحقيقة الاحداث اللي بتحصل لما الانسان بيحس ان الامور خرجت عن سيطرته وانه اضعف منها هتشوف ده بسهولة في اي زمن واي مجتمع لما مثلا بيمر بازمات زي المجاعات او الحروب او الكوارث هتلاقي الناس بتميلوا الخرافات بسرعة كبيرة في الاوقات ده ومن هنا بتيجي سيطرة رجال الدين عليهم لانهم بيلعبوا على مشاعر الخوف دايما وان لو الناس ما سمعوش كلامهم هينزل عليهم عقاب الهي والعكس لو قدموا الطعام وحتى في الاوقات العادية بيفضل رجال الدين يفكروا الناس بالاوقات الصعبة والازمات عشان يحافظوا على وجود مشاعر الخوف جواه وطبعا اي حد هيحاول يخرج عن المجموع ويفكر هيقولوا عنه انه بيحاول يعمل فتنة ويسيبوا للناس تقلص عليه سواء يحصروا نفسيا او ببساطة اقتلوه بس بنوزة شاف ان حال المشكلة دي بالرجوع للكتب المقدسة نفسها ودراستها عن طريق العقل بعيدا عن اللي بيقولوا رجال الدين عشان نقدر نعرف بنفسنا هو ايه هدف الدين اصلا اس بنوزة يعتبر اول مفكر يطبق فكرة دراسة النصوص الدينية على اساس فلسفي وده فرع علمه يتأسس في الغرب بعد كده بسببه وهيتعرف باسم النقد النصي من خلال المنهج ده بيوصل اس بنوزة لمجموعة نتائج مهمة اول حاجة ان الكتب المقدسة على اختلافها لها رسالة واحدة وهي الاخلاق وده بنقدر نحققها عن طريق الطقوة والايمان وللسبب ده الدين غير العلم وغير الفلسفة وكل ده رجال الدين بيعملوه انهم بيبعدوا الناس عن رسالة الدين الحقيقية وبيدخلون في منقشات وخلافات عن العقيدة وعن الكون رغم ان ده دور العلم والفلسفة والمفروض ان كل واحد منهم له مجاله خاص بيه العلم والفلسفة حاجة والدين حاجة تاني خالص دور الدين الاخلاق والطقوة ودور الفلسفة الحقيقة تاني حاجة بيقول اسبينوزا اننا لما نرجع للكتب المقدسة هنلاقي ان الانبياء كانوا في الاساس اشخاص متميزين اخلاقيا وعندهم درجة عالية جدا من الطقوة بس ما كانوش فلسفة ولا علماء لكن كانوا بيمتلكوا بصيرة روحية عالية مصدرها الوحي الالهي ميزتهم عن الباقي ولو كان الانبياء فلسفة او مفكرين لكانوا هيبقوا نسخة من بعض في كل حاجة لكنهم مختلفين جدا في شخصياتهم وافعالهم علشان كده الانبياء قدوة في الاخلاق والطقوة لكنهم مش مصدر ابدا القضاء العلم والتاريخ والفلسفة لان ده مجال تاني ممكن تشوف الكلام ده صادم وغارب عن الانبياء بس فعلا حتى كبار الانبياء في تاريخنا قالوا كده المسيح مثلا قال اعطي مال الله لله ومال كيسر لكيسر ونبي الاسلام محمد قال انتم قادرة بشؤون دنياكم فكلام اسبينوزا حتى دينية مش غلط وبعد كده بيتكلم اسبينوزا عن عقدة موجودة في كل التواقف الدينية وهي عقدة التميز والاستفاق كل قد بعدي انا بتخلوا انهم اعلى فرقة واقرب الناس لله ومفيش اشهر من عقيدة شعب الله المختار في اليهودية والفرقة الناجية في الاسلام بيقول اسبينوزا في النقطة دي انه لسلوك صبياني ان يؤسس المرء سعادته على الاحساس بانه اسمى من الاخرين واكبر دليل على ان فكرة التمييز الديني دي مش صحيحة ان مفيش اهل دين بلغوا في فكرة انهم ارقى امة الا لو كانوا في اسوأ حالتهم في الارض فكل البشر يقدروا يكونوا صالحين ويقدروا يكونوا متميزين ده شيء مش محصور في عقيدة او ديانة معينة والتاريخ اكبر شاهد على ده بعد كده بيقول اسبينوزا ان في فرق كبير بين الوحي الالهي او الناموس زي ما بيسميه وما بين الشريعة وبيدي مثال بديانته اليهودية وبيقول ان كلامه بينطبك على المسيحية والاسلام برضو الوحي او الناموس بيوصل لمعرفة الله ومحبته وانعكاز ده بيكون على الاخلال انسان في تعاملاته مع باقي البشر المحبة هنا ما بتنتظرش مقابل لا سعي ورا سواب معين ولا خوف من عقاب او تهديد معين اما الشريعة فدي مجموعة القوانين الي بتخص مجتمع معين في زمن معين بهدف تنظيمه مش اكتر يعني هي شبه دستور غرضه استقرار المجتمع والشريعة مش مرتبطة بالطقوة والايمان لكنها مرتبطة بالسياسة في الاساس لانها مجموعة قوانين بتخص مجتمع معين في وقت معين وهدفها زي ما قلنا الاستقرار السياسي للمجتمع ده بعد كده بيتكلم اسبينوزا عن المعجزات ودي اكتر جزء سبب هجوم عليه وقتها اسبينوزا قال رأي كان جديد وصادم في مسألة المعجزات زي معجزات المسيح ومعجزات انبياء الطوراء اول حاجة بيقول اسبينوزا ان مصدرنا للمعجزات هي الكتب المقدسة فلازم نشوف طبيعة اللغة اللي الكتب المقدسة كتبت بيها وبعدها بيقول ان لغة الكتب المقدسة موجهة في الاساس لخيال وعاطفة الناس علشان تحفز مشاعرهم وتزود احساسهم بالطقوة والطاعة لكن مش هدفها ابدا انها تحكي احداث تاريخية بدقة ولا توضح الاسباب العلمية للطبيعة لان ده مش هيقصر على مشاعر ولا حماس المؤمنين بيقول في الكتاب اذا وصف الكتاب المقدس سقوط امبراطورية او هلاك ام ما بنفس اسلوب المؤرخين العلمي فلن يهز في العوام شعرة كل المعجزات اللي موجودة في الكتب المقدسة لها تفسيرات علمية في الطبيعة عادي كل ما في الموضوع انها تحكت بطريقة بتظهر قدرة الله لكن رجال الدين قدموها على انها تدخل من الله في الطبيعة وخلل بيحصل في نظامها عكس الطبيعة والمعتاد الكلام ده بالنسبة لازمونسة كان غلط انه بيتعامل وبيفترض ان الطبيعة شيء خارج عن ارادة الله وان الله بيتدخل بس في الوقات معينة فيها رغم ان مفيش اي حدث بيحصل في الطبيعة خارج عن ارادة الله لان قوانين الطبيعة هي هي ارادة الله وكل الموضوع اننا مش عارفين بس قوانين الطبيعة وطبيعة الاحداث اللي بنسميها معجزات فبنتخيلها شيء خارج بيقول بنوزة في الكتاب الله كما هو في جميع العصور التي نعرفها والتي نجهلها وقوانين الطبيعة سابتة الى حد لا يمكن معه اضافة شيء اليها او استثناء شيء منها والقول بخوارق الطبيعة او المعجزات هو اشرس اعداء المعرفة الصحيحة والفضيلة الحقة وفي النهاية بلخص اسبنوزة مجمل فكرته بيقول ان اي كتاب مقدس واي دين فيه من وراء رسالة كونية واحدة تحب الرب بقلبك وعقلك وتحب جارك كنفسك ان الكلام ده كله عن الكتب المقدسة بيرجع اسبنوزة من تاني لنقطة سيطرة الرجال الدين على السياسة وبيقول ان اي مجتمع فيه سيطرة لرجال الدين ومنع الحرية الفكرة والاعتقاد لازم يكون مجتمع مستبد ومحكوم بسلطة استبدادية حرية الرأي في الدين ضرورة علشان الدولة تحافظ على استقرارها الداخلي مش العكس زيما رجال الدين دايما بيوهموا رجال السياسة والحكام لان حرية الفكرة معناها ان الرأي العام هيكون حر في التقييم والكلام وعالاساس ده هيرصد من غير ما حد يأثر عليه كل اللي بيحصل في المجتمع خصوصا مشاكله الداخلية لكن لو ما فيش حرية فكر الرأي العام هيكون غير معروف وهتتحكم فيه المخاوف دايما الدولة هتبقى فوادي والناس هتبقى فوادي تاني وما فيش تواصل ما بينهم ومع الوقت بيظهر نتيجة للحالة دي جماعات سرية هتحارب الدولة من تحت لتحت فيروح الامن والاستقرار من المجتمع ويفضل الفوضى والخوف مسيطرين فيدخل المجتمع في استراعات سياسية ودينية بلا نهاية الدولة عند اسبنودة لازم تكون هي الضمان لحرية الفرد في افكاره وما تدخلش ابدا فيها لان دا حق طبيعي بيتولد بيه كل انسان وتدخل الدولة بيكون فقط في حالة الافعال الجريمة او الاعتداء لحرية الاخرين وده بيكون بس عن طريق القانون ازاي نقرأ الكتاب العربي كتاب رسالة في اللهوت والسياسة له ترجمة عربية قام بيها واحد من اكبر اسادسة الفلسفة في مصر هو الدكتور حسن حنفي وهي موجودة كمان مجانة على النت على موقع هندوي ولو مهتم تعرف اكتر ع كتب لغيرة التاريخ اعمل لايك وفعل الجرس واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد